فكرة أن أنت يكون عندك شكوى أو شفت فساد في أي مصلحة حضرتك بتتعامل معها أبلغ مين وعمل إيه؟ طبعا احنا اتكلمنا في الأخبار الأيام اللي فاتت على أن هيكون فيه رقم لتلقي شكاوى المواطنين خاصة بالفساد يعني عشان اللي بيغلط نهاردة ما قالوش مكان يتحاسب على طول الشاي والقهوة والتحية وصبح على فلان عشان يقضي لك مصلحة الكلام ده كله لازم يخلص لازم ننتهي منه طيب ده دور مين؟ زي ما هو دور الأجهزة الرقابية ودور الدولة لكن هو كمان دور المواطن حضرتك لما تشوف حاجة غلط أو تتعرض لك كده لازم تبلغ طبعا أنا هبلغ فين وبلغ مين ومين هيرد علي مجلس الوزراء ووفق على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات وي بخصوص الموضوع ده لمدة ثلاث سنوات التعاقد لمدة ثلاث سنوات هيكون في خطوط عن طريق الشركة المصرية للاتصالات تقدر تبلغ عنها لأي فساد أو أي شكاوى للمواطنين كمان من الحاجات الوافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة لهيئة مواني البحر الأحمر وده طبعا أنتم بتشوفوا دلوقتي سواء في هيئة قناة السويس في مواني البحر الأحمر فكرة إنشاء مناطق صناعية التي تزاع في المشروعات الخاصة في المناطق ده فبتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة بشكل مباشر لهيئة مواني البحر الأحمر من التوصيات كمان الصادرة عن مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي هي فكرة الإسناد المباشر للشركات والتوسع في عدد الشركات اللي بيتم الإسناد لها طبعا نحن شايفين دلوقتي كم المشروعات اللي بتساهم فيها شركات مصرية خالصة والاعتماد عليها دلوقتي يعني يسوا بقى في كل المجالات المشروعات اللي بتتم على أرض مصر فتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية والوزرية المنعقدة 8.8.21 الخاصة بأوامر إسناد الشركات ترجمة نانسي قنقر